اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي ايضا خذ مركز متقدم في هذه اللحظات مشاهدين العزاء بينما هناك الدخول من الانكشار يسيب بن حمد بن سيب اللاحد الهاجري ايضا يتدخل من عمق الميدان يبغى لمراقبة ودخول اخر من خلال هاملول محمد بن سهيل بن هدفة العامري وصل في هذه اللحظات شعار بن هدفة احد شعارات العملاقة والخطيرة ولكن هذا شعار من قادم واصل في هذه اللحظات عزام عمر بن سهيل بن محمد بن حطم العامري بالحطم 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 يبغى لمراقبة ايضا يقدم دائما نوعيات جميلة للغاية وصل الفوج سالم بكاسب بخليفة المسافري والوصول الاخر من مشعل لمبارك بن سعيد بن علي المنصوري المنصوري واصل مع مشعل هذه النتيجة مشاهدينها لعزاء متابعين الكرام من خلال العشر المراكز الأولى ولكن نعود إلى الصدارة وإلى المتقدم والمنفرد هناك في الصدارة الأولى الذي يعزف سمفونية ناموس على الوتر الأول هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هناك الصدارة والمركز الأول والمقدمة الأولى هذا اللي في الصدارة هناك المخرق إن كان هذا في الصدارة في الأمام هناك في الصدارة هناك المركز الأول والمقدمة ما زال هنا مع ايضا حامل الرقم 22 الشبابي الشبابي محمد بنشطيط بن سعيد الاكتبي الشبابي على صدارة الشبابي على المركز الاول ومقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني المركز الثاني هناك ايضا يتواجد المركز الثاني وصل فيه عزام عمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري المركز الثالث وصول ودخول من شاهين محمد بن علي بن مطار النيادي المركز الثالث مشعل مبارك بن سعيد بن علي المنصوري هناك مشاهدين العزاء هناك الوصول مشاهدين العزاء من ايضا المهندس عبدالله بن سعيد بن غرير الاكتبي وصل المهندس على المركز الخامس المركز السادس هذا اللي وصل هذا لابق عبيد بن محمد العبيد المزروعي هناك مشاهدين العزاء متابعي للكرام هكذا النتيجة هكذا الشبابي 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 على الصدارة على المركز الاول على المقدمة الاولى يتقدم هذه الاسماء يتقدم هذه الصدارة الشبابي الشبابي في الصدارة الاولى في المركز الاول في المقدمة الاولى في الاداء الجميل والتحدي المثير هذا هو الشبابي الشبابي على الصدارة الشبابي محمد بن اشطيط بن سعيد الكتبي يقدم لنا مركز الشبابي على المركز الاول المركز الثاني بالحطم مع عزام عمر بن سهيل بن محمد الحطم العامري يلا يا بالحطم يلا يا بالحطم ايضا يتقدم من خلاله هذا الاداء هناك المركز ايضا الثالث وصل في الثالث هناك اللي هو شاهين محمد بن علي بن مطر النيادي المركز الرابع هذا وصول من مشعل مارك مسعيد بن علي المنصوري المركز الخامس وصل المركز الخامس السمح لعامر بن مسلم بن علي بن خالد العامري ولكن اعود الى الصدارة اعود الى الشبابي 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 حيو الشبابي ماركة اسد الميادين يتقدم هذه الاسماء على الصدارة الاولى على المركز الاول ياتي هناك محمد بشطيط مسعيد الاكتبي مع الشبابي في شوترة الثامن عشر تحرك شاهين محمد بن علي بن مطر النيادي 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 وصل النيادي وصل النيادي وصل يلا يا ناصر يلا يا ناصر ابناء ام غافة ابناء ام غافة ابناء ام غافة يبوني السلامات شوفوا القادم المركز الثالث الله شوفوا المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث والم عمار بن محمد العبدالله بن بدر العامري بن بدر العامري البواب 11 واصلين البواب 11 قادمين لا حلول عن بن بدر لا حلول ولكن شاهين النيادي النيادي على الصدارة روح يا ناصر روح بن بدر قادم ولكن هناك الصدارة مع ايضا شاهين محمد العلي بن مطار النيادي النيادي وبن بدر العامري مع والم بن بدر العامري مع عمر بن محمد العبدالله بن بدر العامري ولكن شاهين شاهين على الصدارة شاهين على المركز الاول ايضا يتقدم هذه الاسماء شاهين النيادي النيادي محمد العلي بن مطار النيادي وبن بدر بن بدر والنيادي المركز الاول المركز الاول المركز الرابع ناقض هناك ايضا مشعل مبارك مسعيد بن علي المنصوري المركز الرابع وصل في السمح لعمر بن مسلم بن علي بن خالد عامري مركز الخامس الشبابي لمحمد بن شطيط بن سعيد الاكتبي اذا انتهانينا لمالكي والم عمر بن محمد عبدالله بن بدر العامري سلام للبوابة 11 سلام سلام على هذا الفوز الذي قدم من خلال ايضا والم المركز الثاني كان شاهين لمحمد بن علي بن مطر النيادي هكذا والم مشاهدين العزاء ننتظر التوقيت الزمني في هذه الاعادة وفي هذه اللقطات الجميلة من ميدان الزيت من هذا الميدان من الامارة الباسمة امارة الشارقة ومن هذا الميدان المكتسي باللون الاخضر من خلال هذا الربيع الجميل الذي نشهد عبر الهواء مباشرة وعبر مهرجان الوسطى الثالث هنا لحظات الاعادة وايضا التوقيت الزمني لوالم خمس دقائق سبعة واربعين وايضا ثمانية وسبعين قزو من الثانية خمس دقائق سبعة واربعين ثانية ثمانية وسبعين قزو من الثانية يسجل التوقيت الافضل والاجمل المركز الثاني موسيقى 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 اذا نذكر واليعادة المركز الاول هو حامل الرقم تسعة وعشرين تسعة وثلاثين والا عمر محمد عبدالله بدر العامري قطع المسافة موسيقى خمس دقائق سبعة وخمسين وستة وخمسين جزا من الثانية هذا هو التوقيت الصحيح لوالم عمر بن محمد العبدالله بدر العامري المركز الثاني خمس دقائق سبعة وخمسين وستين هو توقيت شاهين محمد بن علي بن مطر النيادي المركز الثالث الشبابي خمس دقائق ثمانية وخمسين ثمانية وستين هو الشبابي محمد بن شطية مسعيد الكتبي تهانينا والناموس نذكر بأن التوقيت الصحيح لوالم لعمر بن محمد العبدالله بدر العامري خمس دقائق واربعة وخمسين تهانينا والناموس